مرحباً لكل الناس أفضل القرآن القرآن تقلقها ومعها الحمد لله ماله وتعالى وأستعين به وأستفره وأستهديه هناك سؤالة أحد يسألها شيخ إذا تذهب إلى المنزل أو المنزل وكما تتحدث مع الذين هنا في المنزل الذين هنا هم يسمونك؟ هل يسمونك؟ هم يسمونك؟ ما يقول الإسلام عن ذلك؟ طبعاً هم يسمونك هم يسمونك وهم لا يسمونك وكما تتحدث معهم وكما تتحدث معهم يجعلهم كثيراً ويستقنسون يستقنسون كما تتحدث مع أحداً في المنزل وكما تتحدث مع المنزل وكما تتحدث مع المنزل وكما تتحدث مع المنزل صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كما تتحدث مع المنزل وكما تتحدث مع المنزل نعم يقول السلام عليكم أنتم سبحان الله 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 وعلم سبحان الله سبحان الله من أخي الذي يتحدث سبحان الله أو الأنفس أو الأرواح المؤمنين المؤمنين التي يتجاهلون إجراءهم في الشرق أرواح المؤمنين تتلاقى وهناك حديث أرى أنه عندما يأتي سيزنها إلى هذه المساعدة والأرواح المؤمنين والأرواح المؤمنين لتعرفه مثل أنك تترى في العام من أمريكا إلى المنزل تجدت أنك تجد تلك الرجال تتعرفت أنك رأيته تنتظر إلى أرواح المنزل تنتظر إلى أنك تتعرفت لأرواح المنزل لتنظر إلى المنزل إلى السبب الأخرى لأرواح المنزل لقم معهم وترجمهم عن أنها المزلسلة جدو ـى في الحديد المساعدة يقولون ويقولون والأرواح المنزل وما هو ميته و الأخير يأتي قاله يقدره يقدره و أحدهم قاله لقد ذهب إلى أمه الهاوية هل يريد أن يأتي معنا هذا هو فقط لقد ذهب إلى أمه الهاوية لا يوجد معنا أرواح المؤمنين تتقابلوا وأرواح الكافرين مجموعة وكذلك لقد قاله في سورة الصفات شيئا قاله أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صرات الجعين واقفوهم إنهم مسؤولون ما هو يعبدون أنهم مسؤولون في سورة الصفات أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم الله ستعطى الله ستعطى إلى الأمه أحشروا إلى الأمه أحشروا ومن أمه أحشروا 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 الزوج يعني أشخاص الذين مختلفين لهم. أشخاص الذين مختلفين سيكونون مختلفين والشخاص الذين مختلفين. لا يمكن أن يكون مختلفين هنا. نعم. وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فهدوهم إلى سراط الجحيم ووقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون إلى آخر الآيال. فالرسول صلى الله عليه وسلم himself just giving you more proofs of what I'm saying. And exactly those who die in Qalib Badr. What happened to them? عبدالله المسعود was working with رسول الله. And the Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam started calling them by names. يا عُتبَ يا شايبَ يا ربيعَ يا أبا جهل بن هشام يا فلان يا فلان. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ Did you find what Allah سبحانه وتعالى promised you? And they said, يا رسول الله. Are you talking to somebody dead? They were in Qalib Badr dead. Jifa written. And, يا رسول الله. Are they listening? He said, ما أنتم أسمع لي منهم. يعني, they are listening to me more than you. But they cannot answer. But that's why الميت is listening. الميت, those who die, the deceased. He is listening. He is so happy. When you visit them in the graves. طيب. What kind of good deeds I can send it to the mayit and to make him happy more? Imam Ahmed ibn Hanbal and some of the shafi'iyya. They said, if you read the Quran and you give to the mayit, to the deceased. That Quran will benefit them. Who's Imam Ahmed ibn Hanbal? And some of the shafi'iyya. Method or mazhab. They said, it's okay. You can read Quran and you give the thawab of the Quran to the mayit. Don't listen to anybody else. Those who are they call them self. Salafi'iyin. Or battieh. They have their own proofs. They have their own proofs. They are mahrin. Believe in what they have. They can't call you that. An layis lalinsan illa masaya. And get tired of this things. If an layis lalinsan illa masaya. How my father will get benefit of my salah. And the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that. My salah it will benefit my father in his grief. Because of your father you are there. Your father he planted you as a tree. And any haywan, any bird, any insan eats from the tree. Those who plant the tree will get benefit. You are the shagara, the tree of your father. Your parents. Anything good you are doing. They are going to get a copy of it. Anything bad you are doing. Are they going to be accountable for that? Allah said. Yes of course. Everybody will carry his burden in the day of judgment. Yeah. There are too many good deeds. As Imam Ahmad ibn Hanbal said. Imam Shafi'iyya. Shafi'iyya said also. If you can read Quran. You give to this Quran. To those who die. Die. That Quran will benefit him. Also my dad for example. Die. While he was not. Making Hajj. My dad died. I'm giving example. My dad made it. Alhamdulillah. May Allah have mercy on him. And all the amwati al-Muslimi. Ameen Ya Rab. He was a good man. And my dad died for example. While he was not making Hajj. Or he did not fast all of his Siyam. Or he did not make Sabaqat. Or. He. I mean some shortcomings in his Ibadat. Or. But still his son. What do you have to do? You can. You can. All that shortcomings of your parents. You can make it. You can make it somehow. Huh. You can make it somehow. For example. I can make Hajj for my dad. After his death. But I have to make Hajj for myself. First. Faridah. Yes. I can make Umrah for him. I can fast. For my parents. If they die. Fast. Yes. You can fast for them. If you know that. They did not. They had shortcomings of some fasting. Or something. You can make Zaka. Or Sadaq. Not Zaka. Sadaqa. Their behalf. Sadaqa for them. And because the man came to Rasul Allah. And said. Ya Rasul Allah. My dad died. Can I make Sadaqa for him? And he did not make Wasiya. Well. He did not make it. Can I make Sadaqa for him? He said. Make Sadaqa for him. Saad ibn Ubaada. He came to Rasul Allah. And it's Sadaqa for the one who. Who gives this. It's also Sadaqa. For example. I'm giving Sadaqa. I'm reading Quran. Yes. And I'm sending this a lot to my dad. You will be rewarded too. Because it's my. From my Sadaqa as well. It's rewarded for me too. You will be rewarded. And your dad will be rewarded of course. And you will be rewarded more. Bloods. Like the Quran. In the Quran. In the Quran. Yes. Any good deeds you are doing. He's going direct. Your parents are going to get copy of it. Because. Al-Walad. He did not say. I'm sorry. He did not say. He did not say. You have two. Hadith. One Hadith said. If the son of Adam dies. His deeds will be cut off. Except three things. One Hadith means. 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 أعرف كثير من ذلك. أعرف أعرف أعرفه بعدها. أعرف بعدها. وذلك ترى سيئة. سيكون يتجرد في كل مرة في برزخة الميّة. حتى يدفع الحديث. طيب. أخر حديث قال. سبعة يصيل الميت في القبر. سبعة طريقة الحديث. لقد سيكون يدفع الميّة الميّة في الميّة. أحد منهم يترك مصحفا. إذا أحصلت مصحفا. ومن ترك ولدا صالحة. في هذا الحديث لم يقوم بإدعو له. يدعو له لكي يتعلق دعاء أو شكرا له. فقط إذا يتركه بفعض بجرد أو شخص. لم يقوم بإدعو له لكي يتعلق دعاء له. لماذا؟ لأن كل أي حدث في الثالث الحديث الولد من كاسب أبيه. الفرح الرجل والأسفل أو شخص. هم لديهم أبيه. لأنه لا يوجد أبيه في الثالث الحديث. مثل قليل أحضر بضع الأبع. إذا شخص لديهم قناع و الأبعال أو الأبعال أو الأطفال. يأتقل الأبعال، الأول اللعين 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 ستجد الهداع. ما هو تفعل أنك أبيه وظلتك هنا. وقال لديه. إذا فعلت أفضل بحث أي شيء تقوم بكي. فهادت إلى حارة تلك المرأة. ترى؟ طيب. قد يفهم حج لأيدي. قد يفهم حج لأيدي. يفهم عمراء لأيدي. قد يفهم صدق لأيدي. كل هذا سيذهب إلىهم. أيضا عندما أرى القرآن ، أقول الله أعطي ثواب ويأتي ثواب ، ويأتي ثواب ، إن شاء الله الله كريم. إن شاء الله الثواب من ما أرسائل. إذا قلت ذلك. القرآن سيذهب إلى الأيدي لأيدي. يعني سبحان الله. أقول لك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الولد من سعى أبيه. لأنني أصدقائي هنا. وأن ليس من سعى. الولد من سعى أبيه. أو من كسب أبيه. فالحمد لله رب العمين ، الله سبحانه وتعالى يعطي لنا أثناء كثيرة من رحمة ورحمة. لنا وعلى أصدقائنا. طيب ، هل المستحب ، أنه أحتاج And mustahab لأسهم أن أروا السمال para نهاتي المسلمة grandmother أو الحكام المرارة أو أثناء المسلمة أو الذين يتحدثون. نعم إنما أروا أنه يجعلهم كثيرا عندما تنهرهم. لتعذي شكريين عندما تركي دعاء لهم. عندما تذهب إلى أكبر وقفهم بيطارهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم دارة قوة من مؤنون منزل they can answer how and i give you the example of uh rasul with the people of badr when he was talking to them sallallahu alayhi wasallam yeah very important to know this point because i've been asking that question if allah make it open and white for us why you have to tighten why you have to to make it tight and to make it difficult for us allah kareem raheem alhamdulillah rabbal alameen and he's giving us to many things to be forgiven and our parents even after their day you know allah honored us while we are alive allah honored us during our death allah honored us during our burial allah honored us after our death and allah is creating jannah for us what do you need what do you need it's out of his mercy and the rahma and the karam generosity subhanahu wa ta'ala i'm asking allah subhanahu wa ta'ala to accept and to forgive our parents and to accept from all of us ya rahma rahmeen wa an yahshurana wa iyaakum jama kama jamaana fi dunya the way allah brought us together in that masjid inshaallah ya rab may allah ya rab bring us all together in jinnate al-ferdawis al-a'la under the shade of allah subhanahu wa ta'ala the day of judgment ikhwatan muthaabbin amini arhaman rahmin gi'zakum lala khairan